السلام عليك حياك الله عزيزاً مشاهد في مقطع جديد من لعب تل درينج الجورني تو أو التختيمة الثانية أو النيو جيم بلس أو الاختصار اللي هو الان جي بلس هذه كلها تعني البداية الثانية للعب يعني بعد ما تختم أول تختيمة لك وتقتل راديقان وقل دم بيست راح يطعي لك الخيار مباشرة أنك تبدأ تختيمتك الثانية وإذا ما اخترت هذا الخيار تقدر من الراون تيبل هول بعدين تروح وتختار هذا الخيار وتبدأ الرحلة الثانية أو الان جي بلس مثلا ما يسمونها راح أتكلم اليوم عن الشغلات اللي راح تبقى معاك وشغلات اللي راح تروح منك وشوية نصايح وامور بما يتعلق من موضوع هذا عشان نختصر الموضوع إخوان كل الأيتمات والأسلحة والسامونز اللي تستدعيهم الأرواح التعويذات الترزمن حتى المفاتيح الستونسورتكي 95% من الأيتمات اللي موجودة عندك في المنتوري راح تبقى معاك في التختيمة الثانية ولكن في شوية أمور راح أتكلم عليها بعد شوي هذي اللي بتختفي من عندك وغالبا هذه الأمور تكون مرتبطة مع بوسز لأنك حصلتها من بوسز أو حصلتها من سايد كوست هذه الشغلات الوحيدة اللي راح تختفي منك ألمهم الأسلحة اللي موجودة في الصناديق راح تقدر تلوتها مرة ثانية يعني حتى لو معك سلاح لقيته من صندوق نفس هذاك السلاح اللي تكلمت عليه في مقطع الأقوى سلاح راح تقدر تدبله ويكون معك ثنين أو أكثر على حسب كم مرة ختمت اللعبة ففي أمور راح تبقى معاك رغم أنها موجودة في صناديق اللعبة يوم تعيدها يعني راح يكون في تكرار عندك في بعض الأسلحة وبعض الآيتمات اللي تكون موجودة عندك في الامفنتوري وراح تقدر تلقاها برضه في اللعبة مثل جولدن سيد اللي يرفع عدد الفلاسك وبرضه الآيتم الثاني اللي هو السكارد الظاهر اسمه اللي يرفع لك الكمية في كل فلاسك أو في كل قارورة تشربها وتهييل منها سواء كان الهيلث أو للسحر فالشغلات اللي راح تروح منك اللي هو مثل ما قلت اللي مرتبطة بالبوسز مثل الغريت رون تعرفون في بعض البوسز راح تقتلهم وراح تروح عند التور وتحصل الغريت رون فهذا الغريت رون راح يختفي من عندك لأنه مرتبطة بالبوسز وبعد ما تقتل البوس راح يجيك الغريت رون مرة ثانية وتروح تفعله وترجع نفس التختيمة الأولى الشغلة الثانية اللي هو البل بيرينج أو الجرس اللي تلقاه سواء كان تقتل بعض الامبيسيز أو البوسز عشان تحصله أو بعض حتى التجار المهم البل بيرينج اللي كنت تعطيه للتوأم في الرام تيبل هول هذا كله راح يختفي لأن الأشخاص اللي يعطوك أو البوسز اللي يعطوك هذا البل بيرينج كلهم رجعوا إلى اللعبة فلازم تقتلهم مرة ثانية وتجيب الجرس وتعطيه للتوأم مرة ثانية عشان تقدر تشتريه من عند التوأم الآيتمات اللي يوفر لك إياها هذا البل بيرينج طبعا فيه بوسز كثير يعطونك البل بيرينج اللي عشان تفتح تطوير الأسلحة بالأحجار اللي نهائي ونزلت عنها مقاطئة كثير وحتى التجارة يوم تقتلهم راح تحصل عندهم الجرس وتعطيه للتوأم وراح تقدر تشتري الغراض كلها اللي كان يبيعها التاجر من مكان واحد الشغلة الثالثة اللي هي قطع الميداليات اللي كانت تفتح لك أماكن جديدة أو وصولك للمناطق مثل المناطق الثلج تعرفون أنه كانت فيه بعض المناطق لازم نجيب قطع هيمين وقطع هسار ونفعلها عشان نوصل للمناطق معينة فهذه الميداليات كلها راح تنعاد من جديد ولازم أنك تروح تجمعها عشان توصل للمناطق متقدمة في اللعبة الماب يا أخوان كل الخرائط اللي جمعتها اللي هي تكشف الماب هذه كلها راح تبقى معك ما يحتاج أنك تروح عند نفس أولا راح ناخذ الخريطة وبعدين تنكشف معنا المنطقة الفلانية فإذا أنت في التختيمة الأولى كشفت المناطق كلها راح تبقى معك مكشوفة ولكن السايد غريس أو الشمعة هذه أو البومفاير لازم تروح عند كل وحدة وتفعلها من جديد فما بتقدر تسوي أي فاست ترابل لين ما تفعل البومفاير من جديد فنصيحتي بما يتعلق عن هذا الموضوع أنك تفتح الماب قبل لا تبدأ التختيمة الثانية افتح الماب وروح عند الجريس بوينت اللي تشوفها مهم أو يهمك في التختيمة الثانية تقدر تسويها عند كل السايد غريس لكن بيأخذ منك وقت إنك تحط العلامات العلامات هذه راح تبقى معاك في التختيمة الثانية وهذا بيفيدك في شغلات مثلا تبغى تتذكر أماكن معينة أو سايد غريس معين يهمك فهذه الأمور تقدر تستغلها عن طريق العلامات والشغلة الأخيرة اللي هو البوسز البوسز راح تتغير قوتهم أو راح تزيد قوتهم في التختيمة الثانية وإذا جيت للتختيمة الثالثة راح تكون قوتهم أكبر وأكبر تختيمة الرابعة وكذا فخلنا نقول اختلاف قوتهم أو زيادة قوتهم تعتمد على المنطقة اللي موجود فيها هذا البوس أو الأنمي هذا يعني مثلا عندك الليمغريف اللي هو المناطق البداية بشكل عام راح تكون أو راح يكون ضرب خمسة يعني قوتهم اللي في البداية راح تكون ضرب خمسة مقارنة بالتختيمة الأولى اللي كان فيها هذا الأنمي في الليمغريف وإذا يتقدمت فوق مثلا في المناطق المتقدمة راح يكون ضرب ثلاثة وضرب اثنين وضرب يعني بعضهم ما راح يختلف معهم لأنه أريدي هذا البوس يعني قوي من أول تختيمة فعشان يسوون موازنة في اللعبة بس المناطق اللي في البداية راح يسوون فيها ضرب خمسة وكذا أما بالنسبة للرونزي إخوان راح يزيد معك شيء بسيط مثلا إذا كان فيه أنمي يعطيك مئة ألف في التختيمة الثانية راح يعطيك مئة وخمسة أو مئة وعشرة فمثل ما قلت لكم من الاختلاف راح يكون بين العشرة بالمئة والأثنين عشر بالمئة وبس يا شباب أشكر مشاري وهنتر وبندر على انتسابهم ودعمهم لي في القناة والشكر موصول للجميع كل من حطني لايك واشترك في القناة وعذروننا كالعادة على صوت الدنيا متكربون حواليني هاليومين ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقاطع جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته